اسمح لي ان انا ابدأ اللقاء بادوم صوتي لحضرتك بتوجيه التحية والمباركة للشعب المصري والامة العربية ولانفسنا جميعا الحقيقة كمصريين بالتهنئة بذكرى العاشر من رمضان كل سماء حضاك طيب وكل مصر خير يا رب ودائما نحتفل ونحتفي وننقل الاجيال ما جرى لانه معين لا ينضب صحيح يعني ذكرى غالية جدا ووحداك ذكرت في البداية حالة التحدي اللي كانت موجودة وحالة كانت فعلا صعبة ما كانش هذا الامر سهل وكانت المعركة معركة تحرير حقيقية ومعركة شاملة ومعركة دفاع حقيقي عن ثوابة الدولة الوطنية اللي احنا بناخد نفس هذه المعركة في زماننا الحالي ربما بأدوات مختلفة بمصرح عمليات مختلف لكنه تشابه جدا في مسألة الدفاع عن ثوابة الدولة الوطنية فكل التهنئة للشعب المصري والشعب العربي جميعا بهذه الذكرى الغالية علينا جميعا وانت نجل أحد القادة يعني الحمد لله يعني ليه الشرف طبعا اللي هو طيار زاكي عكاشة أعتقد يعني اسم له الكثير من التقدير والاحترام الله يخليك شكرا وأعتقد أنه يعني ما سطره في كتاب المستقبل أنت واحد من هذا السطر فأنا يعني شرف كبير لي أن أكون ابن أحد الجنود وأبطال هذه الملحمة الكبرى اللي كان مشارك فيها الحقيقة ودي كانت الكلمة اللي بيرددها طوال حياته أن ما كانش فيه منزل مصري مش مشارك في هذه المعركة ما كانش فيه أسرة مصرية صحيح ما لهاش ممثل حقيقي يا ضابط يا صف ضابط يا عامل كل مصر كانت بتشتغل على صناعة هذا الانتصار طوال فترة الاستعداد ليه طوال أيام المعركة المجيدة وصولا إلى معركة التحرير ووصولنا إلى تحقيق هذا الانتصار اللي لسه نذكره بكل الفخر والاعتزاز حتى الآن